السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعي قناة دروس الدعم والتقوية الابتدائي إذن قبل بدء الفيديو فالمرجو دعم القناة والضغط على زر أبني ليصلكم كل جديد في حصر اليوم سننجز الترس السادس تحت عنوان القسمة المقسوم عليه عدد صحيح طبيعي أو عشري إذن الصفحة 34 من مرجع الجيد في الرياضيات للمستوى السادس من التعليم الابتدائي الطبعة الجديدة طبعة 2021 أكتشف جودي كوفغ أقرأ نص كل مسألة بتأنين ثم أحلها ألف باع تاجر ما عنده من البيض بـ 8881 درهما علما أن ثمن البيضة الواحدة هو 0.95 درهما أحسب عدد البيض إذن سنحسب عدد البيض الذي باعه إذن الثمن الإجمالي للبيض هو 1881 كل بيضة ثمنها 0.95 إذن هنا سنجري عملية القسمة إذن بالنسبة للجواب نكتوب عدد البيض هو إذن لدينا ثمن الإجمالي للبيض يسوي 1881 درهما ثمن كل بيضة أو باع هذا التاجر كل بيضة بـ 8.95 درهما من العملية التي سنقوم بها نقسم الثمن الكل للبيض على ثمن البيضة الواحدة لنحسب عدد البيض إذن هنا عملية القسمة 1881 مقسوم على 0.95 إذن هنا نضرب العدد 0.95 بشتحيد من الفاصلة خصنا نضربه في مئة الفاصلة الدز من هنا الهنا نضرب عشرة و بشتحيد من تسعود الخمسة سنضرب صفر آخر يعني مئة إذن نضرب هذا في مئة سنضرب مئة إذن هذا الأول سيكون لدينا مئة وتمانية وتمانون ألفا ومئة سنضرب الجزء أصفر مقسوم على 0.95 إذن إذا نجلسنا العملية إذا نجلسنا العملية عملية القسمة الأقليدية أو باستخدام المحسبة سنجد ألف وتسعمائة وتمانون إذن عدد البيض هو ألف وتسعمائة وتمانون بيضة ننتقل الآن للمسألة الموالية ننتقل الضرب ننتقل الضرب نضع نفس الثمن إذن يجب أن نحسب الثمن اللي ستدفعه يعني نحسب نقسم العدد أو المبلغ الكل لآلة الغسيل على عدد شهور عدد شهور إثنى عشر إذن ننتقل الضرب كل دفعة ننتقل الضرب نقسم على إثنى عشر إذن لنزيح الفاصلة من العدد الأول لنزيح الفاصلة برقم واحد يعني نضرب في عشرة نضرب في عشرة هذا الصفر لا يسمي ولا يهمي هذا الصفر لا ما عنده نتش دور من اللي تجي الفاصلة هنا ويكون عدنا فاصلة صفر يعني سنصغرها ما عمنا كيهمش إذن اثناش كذلك سنضربها في عشرة لتصبح العملية حزا عشرة ألفا وأربعمائة وأربعة وعشرون رجل فاصلة هنا حزا عشرة ألفا مئة وعشرين مقسوم على مئة وعشرون لأن عشرة مضربة في اثنى عشر يسوي مئة وعشرون إذن النتيجة المحصلة عليها هي خمسة وتسعون فاصلة اثنان إذن خمسة وتسعون فاصلة اثنان هي قيمة الدفعة الواحدة في كل شهر يعني في كل شهر ستدفع خمسة وتسعين فاصلة اثنان درهم لمدة اثنى عشر شهرا ننتقل الآن للمسألة الموالية مسألة جيم قطعة أرضية معدة للبناء مساحتها ألف عفوا مئة وتسعة عشر فاصلة سبعون متر مربع بيعت بمبلغي مبلغي بشبيعة تمانية وستون الفان واربعمائة وتمانية وستون فاصلة اربعون درهم احسب ثمان المتر المربع الواحد بالدرهم إذن عدنا واحد البقعة مساحة ديالها إذن بعناها بهذه المبلغ بش نحسب الثمان ديال المتر المربع الواحد إذن نقسم المبلغ الذي بيعت به على مساحتها لأن المساحة ديالها بالمتر مربع كنت عندنا المساحة بشي واحدة أخرى ضروري نحول المتر المربع لأن السؤال قال لنا المتر المربع الواحد إذن ثمان المتر المربع الواحد ثمان المتر المربع الواحد هو إذن نجري عملية القسمة تمانية وستون ألفا وأربعمائة وتمانية وستون فاصلة أربعون درهم مقسوم عفوا مقسوم على مئة وتسعة عشر فاصلة سبعون درهم إذن هنا عدنا عدد عددان ولكن هنا عدنا رقم وراء الفاصلة لأن صفر مكيهن مناش عدنا ثاني هنا رقم آخر يعني قد نضربهم بجوش في فاشرة لكي نزيل الفاصلة ليصبح العدد ستمائة واربعة وتمانون ألفا وستمائة واربعة وتمانون مقسوم على ألف ومئة وسبعة وتسعون إذن ضربنا في عشراء العدد الأول وضربنا كذلك عشراء في العدد الثاني إذن نجري عملية القسمة إذن النتيجة المحصل عليها هي خمسمائة واثنان وسبعون درهم للمتر المربع الواحد إذن كل متر مربع سنشرح بخمسمائة واثنين وسبعين درهم إذن نجواب ديال المسألة جين ننتقل الآن للسؤال الثاني أنجز القسمات A ثم B ثم C وأستنبط الخاصية المستخدمة في B والC إذن نبدأ بالقسمة A ذا لدينا خمسة وخمسون مقسم على أربعة نأخذ خمسة مقسم نقسمه على أربعة إذن أربعة مضروب في واحد يساوي أربعة نجري عملية الطرح خمسة ناقص أربعة يساوي واحد ننزل بخمسة ذا لدينا خمسة عشر مقسم على أربعة يساوي ثلاثة ثلاثة في أربعة يساوي إثنى عشر ناقص خمسة عشر ناقص إثنى عشر يساوي ثلاثة خمسة ناقص إثنى يساوي ثلاثة ثم واحد ناقص واحد يساوي سفر نعيد إجراء العملية في ورقة أخرى لأن المكان هنا لم يسمح لنا بإتمام العملية خمسة مقسم على أربعة يساوي واحد واحد في أربعة أربعة إذا خمسة ناقص أربعة يساوي واحد ننزل بخمسة خمسة عشر الآن مقسم على أربعة يساوي ثلاثة لأن ثلاثة في أربعة يساوي إثنى عشر نجلز عملية الضرح خمسة ناقص إثنان يساوي ثلاثة واحد ناقص واحد يساوي سفر إذا هنا ما بقش لنا بش ننزلوا إذا سنضع الفاصلة ننزل الفاصلة ثلاثون مقسمة على أربعة يساوي سبعة اذا نضرب سبعة في اربعة يساوي تمانية وعشرون. اذا نجري عملية الطح. سفر ناقص تمانية لا يمكن. نضيف عشر للحدين. عشر ناقص تمانية يساوي اتنان. تلاتة ناقص تلاتة يساوي سفر. اذا نضيف سفر لاتمام العملية. اربعة. اذا عشرون مقسوم على اربعة يساوي خمسة. خمسة في اربعة يساوي عشرون. ننجز عملية الطح للحصول على الباقي سفر والخارج تلاتة عشر فاصلة خمسة وسبعون. اذا العملية تساوي تلاتة عشر فاصلة خمسة وسبعون. وهنا كذلك. ننجز الان العملية بي. اذا ننجز هنا. اذا نأخذ خمسة وخمسون. خمسة وخمسون مقسوم على اربعون تساوي واحد. واحد في اربعون يساوي اربعون. نجز عملية الطرح. خمسة ناقص سفر يساوي خمسة. خمسة ناقص اربع يساوي واحد. اذا ننزل بالصفر. اضعتنا مئة وخمسون. اذا مئة وخمسون مقسوم على اربعون يساوي تلاتة. تلاتة في سفر. سفر تلاتة في اربعة اثنى عشر. اذا سفر ناقص سفر يساوي سفر. خمسة ناقص اثنان يساوي تلاتة. واحد ناقص واحد يساوي سفر. اذا تلاتون مقسوم على اربعون نضيف الصفر. ونضع الفاصلة. دعون. تلاتمائة مقسوم على أربعون يساوي سبعة. سبعة في سفر يساوي سفر. سبعة في أربعة يساوي تمانية وعشرون. دعون مئة تانية وتمانون. سفر ناقص صفر. سفر ناقصتمان لا يمكن نضيف بعشر الحدين. اشار ناقص تمانية اثنان. دعون او اه نضيف الصفر لنتبه العملية. مئة المقسمة على اربعون يساوي خمسة. اذا خمسة في اربعون يساوي مئتان عملية الطرح. لنحصل في الاخير على الباقي يساوي سفر. اذا خارج العملية او النتيجة هي تلتة عشر فاصلة خمسة وسبعون. اذا الخارج هو تلتة عشر فاصلة خمسة وسبعون. خمسة وخمسون ضربناها في عشرة. اربعة ضربناها في عشرة كذلك. والنتيجة حصلنا على تلتة عشر فاصلة خمسة وسبعون. اذا حصلنا على نفس النتيجة. نجز الان عملية المولية. خمسة وخمسون ضربناها في مئة. اربعة مضربة في مئة. ثم نجيز هذه العملية. اذا لدينا خمسة الاف وخمسمائة مقسوم على اربعمائة. اذا نأخذ خمسمائة وخمسون. نضرب اربعمائة في واحد. اذا اربعمائة في واحد يساوي اربعمائة. ننجز عمل طرح. سفر ناقص سفر يساوي سفر. خمسة ناقص سفر يساوي خمسة. خمسة ناقص اربعة يساوي واحد. اذا لدينا مئة وخمسون. اذا ننزل بالسفر. الحصول على الف وخمسمائة. اذا الف وخمسمائة. نضرب اربعمائة في تلاتة. اذا تلاتة في اربعمائة. تلاتة في سفر يساوي سفر. تلاتة في سفر يساوي سفر. تلاتة في اربعة يساوي اتنا عشر. لننحصل على الف ومائتان. ننجز عملية الطرح. سفر يساوي سفر. سفر نقص سفر يساوي سفر. خمسة نقص اثنان يساوي تلاتة. واحد نقص واحد يساوي سفر. اذا نجيف السفر ونضع الفاصلة. اذا آآ ثلاثة آلاف مقسومة على اربعمائة يساوي سبعة. لان سبعة في اربعمائة يساوي الفان وتمانة مئة. عملية تطرح كذلك. سفر نقص سفر سفر. سفر. نضيف عشر للحد. لان سفر نقص تمانية لا يمكن. اثنان تلاتة نقص يساوي سفر. نضيف السفر لاتمام العملية. الفان مقسوم على اربعمائة يساوي خمسة. لان خمسة في اربعمائة يساوي الفان. ننجز عملية الطح. اذا الفان ناقص الفان يساوي سفر. اذا النتيجة هي تلاتة عشر فاصلة خمسة وسبعون. اذا تلاتة عشر فاصلة خمسة وسبعون. اذا الخاصية المستخدمة في ب والس اننا ضربنا اه المقسوم والمقسوم عليه في نفس العدد. هنا عشرة وهنا عشرة. اذا وهنا كذلك ضربنا المقسوم في مئة. وكذلك ضربنا المقسوم عليه في نفس العدد وهو مئة. اذا استنتج ان الخارج دائما هو تلاتة عشر فاصلة خمسة وسبعون. الخارج لا يتغير. اذا الخارج خارج العملية لا يتغير لاننا ضربنا المقسم والمقسوم عليه في نفس العدد. السؤال الثالث. اتخلص من الفاصلة في المقسوم عليه. ثم انجز القسمات التالية. اذا لدينا قسمة عدد صحيح على عدد عشري. عدد صحيح ما فيش الفاصلة على عدد عشري في الفاصلة. قسمة عددين عشرين على عددين صحيح. عدد عشري سنقسمه على عدد صحيح. ثم قسمة عدد عشري على عدد عشري. وهنا نضرب خمسة عشر فاصلة ستة في عشرة لكي نزيح الفاصلة برقم واحد. وكذلك نضرب خمسمائة وسبعة في عشرة ثم ننجز العملية. اذا هنا نضرب في عشرة لنزيل الفاصلة لتصبح العملية خمسة الاف وسبعون مقسوم على خمسة عشر. اذا خمسة عشر فاصلة ستة ضربنا في عشرة نحصل على مئة وستة وخمسون. اذا نأخذ خمسمائة وسبعة مقسوم على مئة وستة وخمسون يساوي تلاتة. تلاتة في ستة تمانية عشر نكتب تمانية ونحتفظ بواحد. ثلاثة في خمسة خمسة عشر زائد واحد يساوي ستة عشر نكتب ستة ونحتفظ بواحد. ثلاثة في واحد يساوي ثلاثة زائد واحد يساوي اربعة. ننحصلنا على اربعمائة وثمانية وستون. ننجز عمليات الطرح. سبعة ناقص تمانية لا يمكن وضيف عشرة للحدين. سبعة عشر ناقص تمانية يساوي تسعة. سفر ناقص سبعة لا يمكن وضيف عشرة للحدين. عشرة ناقص سبعة يساوي ثلاثة. خمسة ناقص خمسة يساوي صفر. الباقي تسعة وتلاتون ننزل بصفر. ثم نضرب في اتنان. اتنان في ستة يساوي اتنى عشر. نكتب اتنان ونحتفظ بواحد. اتنان في خمسة يساوي عشر زائد واحد يساوي احدى عشر. نكتب واحد ونحتفظ بالوحيد. اتنان في واحد يساوي اتنى زائد واحد يساوي ثلاثة. عملية الطرح كالعادة. سفر ناقص اتنان اللي ينقل نضيف عشر الحدين. عشر ناقص اتنان يساوي تمانية. تسعة ناقص اتنان يساوي سبعة. وثلاثة ناقص ثلاثة يساوي صفر. اذا الباقي ثمانية وسبعة للعملية غير ثم نضع الفاصلة ونضيف الصفر. او نضيف الصفر ثم نضع الفاصلة. اذا لدينا سبعمائة وتمانون. اذا مائة وستة وخمسون سنضربها في خمسة. خمسة في ستة يساوي ثلاثون. نكتب الصفر ونحتفظ بثلاثة. خمسة في خمسة يساوي خمسة وعشرون زائد ثلاثة يساوي تبليا وعشرون. نكتب تمانية ونحتفظ باثنان. خمسة في واحد خمسة زائد اتنان يساوي سبعة. عملية الطرح صفر صفر صفر. اذا الخارج هو اثنان وثلاثون فاصلة خمسة والباقي صفر. الآن اذا العمل يربو لتسعة عشر فاصلة خمسة تلاتة عشر. اذا هنا لازاحة الفاصلة برقم واحد نضربه في عشرة. نضربه في عشرة. المقسوم وكذلك المقسوم عليه. اذا تسعة عشر فاصلة خمسة ستصبح مئة وخمسة وتتعون. مئة وخمسة وتتعون. مقسوم على مئة وتلاتون. مقسوم على مئة وتلاتون. اذا ضربنا المقسوم في عشرة. والمقسوم عليه في عشرة كذلك. للتخلص من الفاصلة. اذا مئة وخمسة وتتعون مقسوم على مئة وتلاتون نضربه في واحد. واحد في مئة وتلاتون يساوي مئة وتلاتون. عملية الطرح. خمسة ناقص سفر يساوي خمسة. تسعة ناقص ثلاثة يساوي آآ تسعة ناقص ثلاثة يساوي آآ ستة. واحد ناقص واحد يساوي سفر. اذا هادي مباشرة خمسة. خمسة ثلاثة يساوي خمسة نكتب واحد ونحتفظ بواحد. خمسة واحد خمسة زائد واحد ستة. اذا ستمية وخمسين. عملية الطرح الباقي سفر. اذا هادي حصلنا على الخارج. واحد فاصلة خمسة والباقي سفر. ننتقل إلى العملية الموالية. اذا عدنا رقم موراء الفاصلة. لنا هذا الصفر ما كيهمناش. اذا هنه لذلك هندربو عشرة. المقصوم والمقصوم عليه. تلتمية وثلاثة وستين فاصلة اربعة غطولين. تلتة الاف وستمية وربعة وثلاثين. اذا تلاتة الاف وستمائة واربعة وثلاثون. مقصوم على مئتان وثلاثون. او تلاتة وعشرون. لان الصفر آآ وراء الفاصلة. اذا ليس مهم. او لا يشكل فرقا. مقصوم على ثلاثة وعشرين. نأخذ ستة وثلاثون. مقصوم على ثلاثة وعشرون يساوي واحد. اذا واحد في ثلاثة وعشرون يساوي ثلاثة وعشرون. ننجز عمالي ستاح. ستة ناقص ثلاثة يساوي ثلاثة. ثلاثة ناقص اثنان يساوي واحد. مئة. اذا ثلاثة عشر. ننزل بثلاثة. لا مائة وثلاثة وثلاثون نضرب في خمسة إذن خمسة في ثلاثة يساوي خمسة عشر نخطب خمسة ونحت study بوحد خمسة في اثنان يساوي عشر أزائد واحد يساوي إحدى عشر ثلاثة نقص خمسة لا يمكن نضيف عشر يحدين ثلاثة عشر نقص خمسة يساوي ثمانية ثلاثة نقص اثنان يساوي واحد واحد ناقص واحد يساوي سفر. تمانية عشر ننزل باربعة. للحصول على مئة واربعة وتماني نضرب مباشرة في تمانية. لماذا لان تمانية في تلاتة يساوي اربعة وعشر نكتب اربعة ونحتفظ باثنان. تمانية في اثنان ستة عشر زائد اثنان تمانية عشر. اذا اربعة ناقص اربعة يساوي سفر. تمانية ناقص تمانية يساوي سفر. واحد ناقص واحد يساوي سفر. إذن الخارج هو مئة وتمانية وخمسون إذن الشيء الذي استنتجناه من خلال إنجاز هذه التمارين هي أننا لتخلص من الفاصلة نضربه في عشرة أو في مئة أو في ألف إذن على حساب العدد الأرقام الموجودة خلف الفاصلة إذا كان لدينا رقم واحد بحماكدة كان نضربه في عشرة كان لدينا رقمين كان لدينا رقمين كان لدينا رقمين في مئة للتخلص من الفاصلة وإنجاز عملية القسمة بكل سهولة